سيعيش في ضنك وفي قلق وفي أرق وفي الطراب في ضيق صدر وعدم راحة ضمير وعدم راحة البال وعدم الرضة بل سيعيش اليأسة والقنوطة والشكة والقلق والضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى بل سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقوة وإلى ضنك حقيقي سيصير المال ضنكا والزوجة ضنكا والولد ضنكا والصحة ضنكا والسيارة ضنكا والجاه ضنكا والمنصب ضنكا نعم سيحيى الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذن هل تدبرت معي وهل استطعت أن أوصل لك حبيبي في الله رحمة الله جل جلاله بخلقه حين أمرهم بعبادته ما أمرنا الله بالعبادة إلا لنحي حياة متوازنة إلا لنحي حياة سعيدة إلا لنحي حياة هادئة إلا لنحي حياة مطمئنة فكما نعطي البدن ما يشتهيه نحتاج إلى غذاء آخر لأرواحنا ولا يعلم هذا الغذاء إلا خالق البدن والروح الذي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حينئذ نرجع إلى هذا الغذاء لنراه ممتثلا في العبادة في امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد نعم ما أرحم الله جل وعلا بخلقه وعباده ولكن الإنسان ظلوم جهول لماذا نعبد الله جل وعلا لا زال للجواب بقية